محمد أنيس عيسى محمد أنيس على حد رأيك وبعض اللقاء هذية شنو هتنقول عنوين كبرى لهذه الميزانية هل هي المدخل الأول لإصلاحات ولإصلاحات قريبة عنتك من عنوين كبرى لخيارات الفيمية شنو رأيك؟ هو نحطك في الإطار في اللقاء مع المنظمات ونحكي على مجمع المحاسبين قبلتنا سيدة الوزيرة مع أعضاء المجلس الوطني وعطتنا بس على الوضع العام دارسنا الوضع العام اللي تصير فيه الميزانية اللي هو كله ضغط على المستوى الميزانية من المعروف من أسعار على المستوى العالمي معناها في أعلى مستوى من أسعار البترول من الضغوطات اللي بجينا من خدمة الدين ومن استرجاع أصل الدين في 2023 هذا هي الإطار العام من بعد شفنا الإجراءات الجبائية اللي وشفنا احنا أكثرها إجراءات جبائية كمشروع أولي واللي نأكده اللي هو لم يقع التداول فيه معنا لم يقع معنا ما خرجش بصورة رسمية دون كان لقاء التشاوري عطينا رأينا قريتوا ورقة؟ عطوكم ورقة؟ قريتوا ورقة؟ قرينا معناها بقع وبعض شفناهم بالواحد بالواحد وعطينا رأينا فيما يخص المؤسسة فيما يخص الاستثمار فيما يخص فاعلية الإجراء الجبائي من عدمه وعطينا رأينا على كل حال بصفتنا المهنية بصفتنا من أهل الاختصاص معناها الموضوع هو خلينا نقول سيد المستمعين الحقيقة خلفيتنا خلفية خلفية هو أن نعرفه من خلالكم من توبا زاد جزء من ما قد يتداول حول ميزانية 2023 بطبيعة الحال هذا يحيننا إلى أنه لحقيقة المصدر الخبر الأساسي ما يعطينا حاجة كبيرة وهذا لحقيقة حاجة نأسفولها وهذا لخلي زاد وزارة المالية خرج بيان تقول فيه أنه أي نسخة دور من من مشروع قانون ميزانية 2023 هي نسخة مضروبة وهي نسخة لي ما عندها حتى علاقة بل هي تنقل وبالواقعة وأنه هي ما مدت حتى منظمة من المنظمات اللي قبلتهم أي نسخة ولا أي مشروع ولذا تدعو الوزارة إلى أنه لو يحد يستنى هي تنقل ويما نسخة النهائية ولا حتى مشروع يمكن يتم نشر من عندهم وانتو كان نستدعوهم أن يحكوم على شوية خسارة خسارة غير قادرين على ذلك لكن إن شاء الله تتوفر الفرصة النواية يبدو أنها طيبة وانتو كان نعتبر أنها طيبة في محمد أنيس عيسى الإجراءات الجيبائية في قلب وهذا اللي ينتظر جلوب المعظمة خاتي نسبة الجيبائية في تونس اليوم يمكن أحديث على جيبائية هي تنقول أخر هي تنقول نوع جديد من الجيبائية وينجم يكون ضريبة على الثروة فما أحديث على توسعة قاعدة الجيبائية فايش حكيتو في علاقة بالجيبائية هو ما تنساوش اللي يخرج فيما يتعلق توسعة قاعدة الجيبائية في الرجيم فورفيتير ونتم تدولتوه تبع الحال وحكينا عن موضوع هذا بالذات خاطر رأوا النصوص لوحدها ما تعملش للحلول النصوص لكن نفهم العلاوين الكبرى سي محمد خاتي الدسποزيسون هذيك اللي هي مازالت كي خرجت بش يخرج حاجات أخرين في قانون المالية ولا ولا وبعدها نرجع للا ستنقلنا إذا كان الصعوبة تمشي تمر بها المالية العمومية وليزمنا اللي 60% من تمويل المنزانية على الأقل هو جي معناها من الموارد الجبائية دونك لا معناها معناها من زيادة بعض الليتو موجودين هذا معلى كل النسخ للمداولة معناها كما على سبيل الذكر الأداة اللي يقولوا على الثورة على المكتسبات العقارية مش معناها هو بش يصير إحنا عطينا راينة في هذا وفي غيره كما على مستوى الأداة على القيمة المضافة لبعض بسيقات ترفيع فيها كما على المستوى هذا كل دولنا فيه مستوى بالنسبة للشركات في بعض القطاعات الوضع العام في كل المؤشرات دول اللي معناها فما ترفيع أو فما إعادة ترشيد الواجب الجبائي للمؤسسات اللي أثقي لكاهلوها الحقيقة معناها في الأعوام هذه وعندها منليميت أعطيني خبر سي محمد أنيس عيسى تقريبا أوكي كتقولي هكا نعاومو شوية شلو سبيسيفيك ما اللي قريتوه مثلا واللي تنجم تفيدنا به في علاقة بالمؤسسة ولا في علاقة بالتوسيع في قاعدة اللاجبية قريتو حاجة بريسيز شلو الجديد مثلا شلو اللاجب يكون موجود ويما قلت لك توسيع مثلا على المهن الحرة مثلا المهن الحرة والترفيع بالأداء على القيمة المضافة من 13% ل19% وهو كان معناها دايور هذا يوقع تداول فيه في الجلسة العامة لاتحاد تونسي المهن الحرة وكان بين نقطين معناها اللي وقعت مورسلت السيدة وزيرة المالية معناها اللي بشي قلناه هراو ما هو شي معقول ما هو شي معقول بش نرفعه بشيكون على كاهل المواطن في أداء على القيمة المضافة من 13% ل19% اللي معناها بالنسبة للمهن الحرة هذا يأما بشيكون على كاهل المواطن أو المتلقي للخدمة يأما بشي تنحى في الضرف هذا معناها من مدخيل المطالب بالأداء نحن طالبين نقصه فيه القينار ونحن نزيده معناها في النسبة هذه هي الفلسفة الأساسية اللي بش ندوله فيها بعد الفاصل بين أنه عندي كتلة نعرفها ندخل منها الجباية ونعرف اللي هي ديما ونخف بش ناخد وما بين التوسيع لكن مقبولية أنه المهن زادة تقبل وأنها تنخرط في ذلك هذا موجود على الطاولة موجود بقوة أترى نشوفه إلى أي مدى يمكن للدولة أنها تنفذ فكرة العدالة الجبائية وينوت أما إلى أي مدى الدولة قادرة عليها حضرتوا مع السيدة نمصية بعض الأخبار سيمو حامد أنيس عيسى على اللي قريتوه في التابلويت شكريتو شكريتو من مقترحات قد يتم التداول فيها شكريتو المساهمة الاجتماعية مثلا سياسيس مناهب سياسيس سياسيس آلو سياسيس أي التنفيذ فيها هذا مشروع نحكي ديما مشروع نحكي بنقطة أي كمشروع كمشروع هو كتداول نعود نقول هو مشروع والمشروع زاد متداول في بعض معناه لسيت معناه الانفورمسيون لكن دوما قريتوه في الوزارة نحنا دات بحثنا هذا من ناحية من ناحية أخرى كما قلت لك ترفيه في الأداء قيمة بضافة لبعض الميهن خاصة الميهن الحرة بعض في نطاق ترشيد بشيزيدوها في التود معناها بشتولي في التود و 15% تتاح مستاش في الميهن تلريب على الشركات هذا فما زاد حتى أشياء مش مرتبطة مباشرة معناه بالترفيع في نسب أو بالذراء أو الأداءات مباشرة كما موضوع السر المهني موضوع السر المهني مهم يسر إيجا 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 هذا هو إذا كان هذا هو إذا كان هذا هو يعطيني انتباع أنا أنه فما نية الترفيع هل هي مقترنة بني التوسيع قاعدة الجباية وقتلي السؤال هنا علش نزيد نوسع وقتلي أنا ما عنديش قدرة الرقابة اليوم الدولة قادرة أنها تتوسع تجيب أكثر مداخيل أيوة إلا لا سي محمد أنيس عيسى وناخد نسب وواحد في المياه نسبة مراقبة الملفات الجبائية على واحد العالمية والواحد في المياه هذوك منهم ناس تتعاود ملفاتها بأسباب عديدة من ناس سرعة والتسريع فيها أكثر عديد من المعطيات بدون قرارات جديدة أو نصوص جديدة نجم أن يأخذ مردودية أكثر معناها في البرسبسيون مثل الرقابة تكون حد يجب تعصيرها يجب نكون أكثر معناها وزيد حتى النسبة تكون أكثر وهذا يراه ممكن حاجة أخرى اللي أكدنا عليه هو هو التواصل بين الإدارة والمطالبة الضريبة نحن عام تسعين وطالي صارت الرفان بين الزاكس الكبار هو التواصل مع المطالبة الضريبة نكون معناها العلاقة تكون علاقة معناها زجرية تعقوبات فقط يجب أنت تكلم تتكلم بالموين بالاتصالات مباشرة وتوعيه راه يجيك الإنسان اللي ما قامش بواجبه نجم يجيك ونجم هذا يخليك تعطي طرق أخرى بور كليكتي معناها ديروسورس أكثر أكثر وتكون تقرب حاجز تعثيق كبير برشا بين المطالب الضريبة وبين الدولة هذا واقع وهذا نعرفه الناس كل إذا نبدأ ونكسروه خطر لا نجموش بالوسائل الرقبية بصفة حصرية نعمل كوليكت معناها متع ذرائب ولا متع إداءات معناها بصفة التي تنجم تقوم بواجبها تجاه بزنية الدولة نرجع للمهن الحرة هل هي معنية اليوم المهن الحرة مثلا خطر بعد ما صار السيركولير يتخرج جزء من المهن من التقديري تجب دزمارة أخرى فكرة الكيش أورجيسترز والألاس هي محمد الساس هي تعاملت من وقت المرحوم سليم سليم شيكر ما لم يقع التداول هو فم العديد من الفصول موجود في الكود لامبو سور ريفونيو لامبو سور السوسيتي اللي هي فصول مهجور 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 على الوركو هذي نجم إذا كان تدخل حيز تطبيق تحللنا بارش مشاكل فمتني هذي مستويات تقنية هذي سؤالي معناها أنا اليوم إذا كان عندي الكيس أورجيسترز اللي تعمل في قانون المالية 2016 دونك هو موجود لكن لا يطبق هذي هي الفكرة الأساسية دونك الدولة غريب أمر الدولة أنها هي بيدها تقنن لنفسها لكن بعد غير قادرة أنها أنها تفض ولا تقريبا بقوة الضغط ما يتمش التفاعل معاك سواء الفاتورات أي هذا هي وقت اللي يتخرج اليوم مهنة جديدة من التقديري دولتوا فيه هذي قادرين اليوم أنهما يراقبوا شوية ولا يشجعوا ولا يحفزوا الناس باش ينخرطوا الآن في تقديم الجباية متاحهم استمعوا إحنا عنا إذا كان عنا 430 ألف أو 440 ألف نظام التقديري باش يدخلوا يخرجوا منهم نقولوا 100 ألف ولا 150 ألف هذوما يدخلوا إنجيستيون ومهنة المحاسبة ومهنة المحاسبة هي أول معناها مهنة اللي يتنجم يدخلوا يتواصل مع وزارة المالية باش أحنا معناها نجموا الناس هذوما يدخلوا في الميدان المحاسبة في النظام الحقيقي هو نظام محاسبي معناها بانتياز إذا كان المهنة متاعنا أحنا بيدنا عنا له مرشي باراليل أحنا 58% من قطاع موازي يمارس المحاسبة وإحنا تحت إسراف وزارة المالية إذا كان أحنا المحاسبين اللي هو يدخلوا كم تير دو كنفيانس المقرب من المؤسسة اللي ينجموا يأطروا الناس هذوما ويصير عن أكمبانيما وخطروا دي جور أو لندما ما نجموش رهو نعملوا إجراءات اللي من غدوة بشتاعة أوكلها إلا إذا كان فما دي مزور دا كمبانيما ولوزارة الناس هذوما ما يتلقفوهمش ناس خارج خارج الأطور خارج الأطور القانونية حكيتوا فيه هذا هذا يا حكينا فيه وحكينا فيه مش تقول وزير مش أول مرة على كل حال معنا فما معنا إن شاء الله نهار نوصلوا ما يتصب ما يتصب بيلون متع شريكة أو بيرسون فيزيك كان ما يتعدى على محاسب قانوني عضوا بمجمع المحاسبين أو بهذه الخبارة إن شاء الله النهار نخلته أنه قادر وذلك كله في مصلحة الدولة وفي مصلحة معناها تعبيئة الموارد الجبائية أنه قادر التونسي أنه يحاسب الجبائية وأنه يصب الجبائية متاعه وقت اللي يتعدى على السيتة إلكترونيك متاعه ويكون موجود نحكي بورلي بارتيكولي على خاطر بالنسبة المؤسسات فما بعض التجارب التجارب للاستخلاص الجبائية عبر الأنترنت المؤسسة التونسية ووضعيتها حكيتوا فيها شوي فما تحفيز ما فمش تحفيز فما مرافقة ما فمش مرافقة بعد الكوفيد بعد ما تصرف جزء من أموال الكوفيد وما تصرفش أش حكيتوا عليها المؤسسة الصغيرة والكبيرة من أكثريتها البيامية المؤسسة المتوسطة المؤسسة على كل هو المؤسسة الاقتصادية التونسية معناها في أصعب الحالات في أحرج الأوقات المتاحة ما دولناش ركزنا على الإجراءات الجبائية ما فمش لحقيقة إجراءات كبيرة برشا لتحفيز الاستثمار معناها لمساندة المؤسسة صيفة صيفة واضحة ربما فمش فصول أخرى معناها بالشي عملوها ما فمش حقيقة معناها حاجة اللي في حاجة لها المؤسسة ان شاء الله ان شاء الله فما دي بزيور ليني دكري دي بزارة المالية معناها تحاول معناها تحاول تعاود فعلهم وتخرجهم خطر المؤسسة الاقتصادية وكي نحكي وراء مؤسسة اقتصادية مش ما تقول مؤسسة من الحيرة فيه صغير مؤسسة صغيرة للمؤسسة الكبيرة الاستثمار كيف كيف ما قريتوش بعض المقترحات اللي دفع الاستثمار ريتو حاجة مريتوش حاجة سي محمد الانيس فما على مستوى السندات بسكوية لبار سوسيال وإلا لزاكسيون معناها نظار لزاكسيون معناها نظار معناها فيها بالعكس تململ معناها تململ في السوق المالية ولا في الخطر السيخاء اخضحها للآداء على القيمة الزائدة كي تشري أكسيون وتبيع حقبل بعامين وقال لا قد من العامين مش نخضعهم 10-15% 10-15% اليوم تم التداول في فكرة السر المهني هذا يا زادة كذلك السر المهني خمفة سر السنة المستمعية الفكرة هو أنه يصبح الآن محامي وإلا محاسب ولا خبير محاسب في حال يطلب القضاء أنه يشوف كشوفات وإلا يتم مده بكشوفات بنكية ولا بكشوفات محاسباتية وإلا تخص أحد المظنونين فيه يكون أنت كخبير محاسب بقوة القانون يلزمك تعطي المستندات هذا يتضمن في قانون المالية هو في المشروع موجود يحب يكون موجود رفع السر المهني رفع السر المهني فيما يتعلق بهوية الحريف بالمستندات اللي بينك وبين الحريف بالمستفيد الحقيقي هذا هو معناه كيفاش وقع وهذا كان في 2018 وقت تحضير الواتفينانس 2019 تطرح والحقيقة وقتك معناها صار صار تعبئة للمهن الحرة وكان رفض رفض قطعي والأهم من ذلك هو الهيئة الوقتية لدستورية القوانين وفيك رفض رفض مع السيدة الوزيرة سواءنا ولا العماداء الأخرين من الهيئات مش نعطينا الصياغة مش نجوفوا الصياغة اللي هي تتلأم مع التشاريع متاعنا خاطر احنا مهنة حرة الأساس متاحها هو السر المهني واستقلاليتها هي زادة من بثقة من السر المهني دونك الموضوع إن شاء الله يكون ثم صياغة اللي في مصلح التونس لما حالك إذا كان لواء تخرج من هنا لديسمبر ونحن نحكيه في الموضوع هذي هو موضوع على غاية من الأهمية ونرجع للقطاعات المهنية ولازم هي تشوف القوانين متاحها ومخر وعلى كل حال احنا مانيش نحكم في الرزنامة متال بطبيعة الحال الأهم اللي الجلسة العامة الاتحاد التونسي المهنة الحرة زي منت مع لسيز مع لقاء سيدة الوزيرة هي بعثنا مراسلة في الغرض اللي معناها نرفض رفضا قطعيا معناها أنتو بإلى حد الرافضي في الصيغة الحالية في الصيغة الحالية إذا كان تلقى الصيغة والمصلحة التونس وزيدة والنحمية والمهنة متاعنا ونقوم ونتحمل مسؤولياتنا معناها فما تجيوبة تكون صيغة واضحة فهمتني ما فهماش بوقتي ما فهماش إشكال وإحنا ما حاشتناش راه هو هايش بلادنا في حاجة للتصعيد بالعكس عطينا نتحاور وعطينا نلقاو حلول منها المصلحة بلاد ولكن ما ندخلوش في معناها في عنشطة ولا في في تحركات اللي معناها احنا في غينان عنها اليوم سي محمد دانيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بعد ما شفتوا عنوين كبرات هم الجبايات هم المؤسسة هم الاستثمار قد تكون مضمنة في قانون مالية 23 شنوال انتباع العاملي صار عندكم شنوال انتباع العاملي عندكم والله باش نكون أنا واقعي صريح الانتباع هو اللي احنا معناها نجريو باش نلمو معناها الواردات الواردات اللازمة باش نقوموا بالميزانية هذي هذي حاجة وهذا يا اي معناها توفي الفترة الحالية اي وزهير ولا اي اي حكومة معناها باش تكون تحت الضغط وضغط كبير برشا المسلط ما تنساوش اللي توفر لدرني رابورد والبنك مونديال يقول لك اكثر من تسعة في المية كونتر ست فيرغول كاتر في الفين وواحد وعشرين الاجور عنا خمستاش في المية معنا قاعدة براتيكمان قاعدة في نفس النسبة خمستاش في المية من نتج المحلي الخام الضغوطات كبيرة الضغوطات كبيرة يلزم حلول اخرى انا نقول حتى النصوص حتى التكتير من الاداءات او الترفيع في نسب راهو ما هو شي حل على المستوى القصير يلزم حلول اخرى ومنها ومنها سي دو كوميونيكي افوار اون كوميونيكاسيون طريقة اخرى مع المطالب بالاداء تحفيزه باش يجيه دو مانير سبونتاني يقوم بالتصريح ونعطيه ونعملوا قانوات اتصال على خاطر النصوص لوحدها والرقابة اللي امكانياتها محدودة ما همشي باش يمكنونا باش نحبيه كيما يزم ميزانية الدولة وكلمتين بسرعة ونختمو دبوغ تخو دمبو تشوي دمبو ذي الحاجة الأولى والحاجة الثانية هو انه اذا كانت حب توسع في القعدة الجبائية وتخدم على العدلة الجبائية من المفروض ذلك كذلك انك تدور عجلة الاقتصاد وانه في الاثنين نمو يطلع يطلع النمو نستهلكه اكثر نسي كل قادر على انها تجابها مثلا حقيقة الاسعار ويبدو انه تونس ماشي لها حقيقة الاسعار والده لازم يقابل بعضه مش كان الجبائية مش كان المجبأ فما انه ناخل الفلوس لكن قادر انه نخلق هذا ونخلق الثروة هذا اللي هذا اللي ما تروح ريتوه انتوما هذا في المقترحات في المقترحات شو معنا من ناحية خلق الثروة دفع الاستثمار الحقيقة او دفع الاستثمار ما هو باراليل فما المنتدى الاقتصادي تحت تحت وزارة الاقتصاد معناها يفترض بشي صير التنسيق مع وزارة المالية بشي ترجموا المقترحات انتر قطاع الخاص ونظمات المهنية في اطار وهذه نتصورها ميزانية معناها أكثر منها معناها أكثر منها قد تكون هي ميزانية تجميع الموارد والتحضير لحقيقة الاسعار والإصلاحات الـ FMI هي ميزانية ترانزيشون لكن في نفس الوقت فيها الريحة متع تقشف وفيها الريحة متعجم على الموارد بصفة أغريسيف أكثر واضح هذا هو على كل ما ننسيوش 2023 بشتكون معناها على مستوى البجي بشتكون سانة صعبة على خاطر عمل التزامات كبيرة برشة دونك تعبئة الموارد معناها عنوين كبرى لمالية 23 بش نواصل وراءة عن انتزاد الأسباع القادمة تقريبا المنظمات التي تقابلها وزارة المالية احنا نقابلوهم في انتظار أن نقابل وزارة المالية نفسها شكرا لك